هناك نقطة لازم نوصلها إلى كل العراقيين وخاصة الذين فازوا بمجالس المحافظات يا جماعة الخير ريدكم تفرحون يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة أخذوا لكم سبعة تيام لكن وراها الريد عمل حقيقي وراها الريد عمل حقيقي وراها الريد نسمع صوت تشاكوش وراها الريد نشوف العمالة بالمساطر مقاعدين يتمنون واحد يقولهم ماكو فرصة عمل لا الريد شغل الريد نحس أنه الخباطة جا تشتغل هيك الريد نشوف العمار البناء نريد الناس تبني نريد نشوف مدنة تساوي مدن العالم يا جماعة اللي صارت ورانا وعواصم الدنيا اللي صارت ورانا ترى العراق إذا انضم العصبة الأمم بال32 أو مطلع 33 وانضم للأمم المتحدة بال45 وكان واحد من الدول المؤسسة بالعالم ترى ورا العراق ورا انضمامه ورا استقلاله ظهرت للوجود تسعين دولة تقريبا تسعين إذا مو مئة وعشرين دولة ظهرت وما السرح حراق تشوفون دول عالم متقدمة فالريدكم بتفرحون انتو جمهوركم وتهوسون والدبتون وكل شي سووا لكن وراها الريد شغل خلاص احنا مو فرحنا ونبقى فرحانين وواقعنا سيئ الريد شغل الريد اهتمام الريد مشاريع الريد نحسكم جاي تفكرون صحيح بمشاريعكم الان وصلتوا صرتوا عضاء مجالس محافظات منكم يطلع المحافظ منكم يطلع نواب المحافظ فالريد منكم انه خطة رؤية امان تلا يعني هذا اللي ارجوكم يعني تركزون عليه اللي الان ما شايف واحد منكم جاي يحشين اي خطة شنو اتخابات اتهت خلاص اتفزت واللي ما حالف الحظ قديم العلاقة وياه احتبروا مجلس استشاري لان هذا هم عنده جمهور وهم عنده مناطق حتى يصير تعاون لا تقطعون ويا الناس وتلعبون نفس اللعبة اللعبة غيركم وخسار وما توفق وحنا انتفعنا ثماني كعراقيين ما تقدمت الخدمات عندنا مناطقنا ومحافظاتنا وكانت مجالس المحافظات تجربة سيئة مما اضطر المرجع للرشيدة ب2019 نتيجة السوق والخذلان في محافظات فرات الاوسط والجنوب طلعت بموقف رسمي قالت لا ما شا سوا في مجالس المحافظات والان سمحت سيد القائد مقتدى الصدر عزا والله قاطع الانتخابات هو جمهورها وكان انهم التأثير الواضح بالفرات الاوسط وبالجنوب وبالبغداد انتوا شو ترضون الاخرين اذا ما ترضونهم بالعمل اذا ترضوهم بالعمل اكيد الرؤية عنكم تتغير فاذا ارجوكم انتفكرون بها احنا نبارك لكم لكن يفترض ان تبدي رؤية جديدة ما ردي يشوف بحد واحد يجدي بالشارع وامي جدي بالشارع يا عمي احتموا بفقراء الناس اهتموا ببسطاء الناس اهتموا بالجهال اهتموا بالاكبار اهتموا بالشياب كلهم اهتموا بهم لا تخليوا واحد اختبار من الله سبحانه وتعالى لا انتخبك ما سوى عليك فضل لا والله حملك مسؤولية فرجاء لنتبو إلى هذه النقطة